أعزائي المشاهدين تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم بأجمل وأرق تحية وأقدم لكم برنامج العائلة العراقية برنامج هموم الناس من على شاشة سامراء الفضائية عودكم دائما هذا البرنامج أحبتي المشاهدين على الخروج ميدانيا وكذلك متابعة أحوال النازحين والمهجرين والوقوف على مشاكلهم نحن دائما في هذا البرنامج أعزائي المشاهدين نحاول أن تكون مواصلة حقيقية مع العوائل المهجرة والعوائل المتعففة والتي تحتاج الخيرين منا ومنكم تتسارع الأيام وتمضي الساعات وهموم الناس تزداد يوما بعد يوم والحلول من قبل الحكومة المركزية وحكومة المحافظة تكاد تكون معدومة وتستمر فضائية سامراء وبرنامج هموم الناس بعرض هذه المعاناة والمحاولة الجادة لتقديمها إلى المسؤولين أو من يهمهم الأمر في سبيل إغاثة النازحين وتقديم الدواء والغذاء ومساعدة الكبار والشيوخ والأطفال الذين باتت معاناتهم لا توصف ومع الدعوات المستمرة للمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة للمخيمات والهياكل التي يسكن فيها المهجرون يزداد الأصرار على تلك المنظمات في سبيل التوجه ومساعدة تلك العوائل فعلا حيث يعاني أهالي المخيمات في كل يوم وفي كل مكان بعدم وصول تلك المنظمات إليهم وأيضا نوجه من خلال شاشة سامرة وهذا البرنامج رسالة إلى تلك المنظمات بالتوجه الفوري إلى تلك المخيمات والهياكل سواء في إقليم كردستان أو خارج الأقليم ونحن ندخل فصل الربيع والصيف الحار وهذه دعوة أيضا إلى الحكومة المركزية وحكومة المحافظات بالعمل الجاد على إرجاع العوائل التي تم تحرير مناطقهم في كل مكان من العراق وتقديم المساعدة والبناء وفتح المستوصفات والمدارس والدوائر الحكومية التي تخدم المواطن العزيز أعزائي المشاهدين حقيقة نحن من خلال هذه الرسالة خلال برنامج هموم الناس يعني أنتم شاهدون في كل حلقة نحن نذكر شيء معين أو هناك حقيقة قصة معينة طبعا الآن الزملائي في مكاتبنا في كل أنحاء العراق لأخوان المراسلين يقدمون الحقيقة فالشيء مفرح أن هذا الشيء أنه يخرجون ميدانيا لكل العوائل يعني ذكرناها أكثر من المناسبة ومو فقط نحن مختصين للعوائل يعني النازحة وإنما حتى العوائل المتعففة يا أخوان هم يحتاجون يقدمون رسالة يعني أخواننا في بابل في كربلاء في البصرة في الأقليم في صلاح الدين في بغداد يحتاجون إلى المتابعة من قبل من قبلنا طبعا من قبل البرنامج ومن قبل الحكومات الموجودة في مناطق طبعا أكيد إحنا من يكون هناك فيديو معين عن مثلا الخدمات في بابل إحنا نشوف أكو استجابة لهذا الموضوع لأنه يقول أكو قنوات ده تنقل هذا الموضوع كذلك إحنا ده نخرج ميدانيا في أربيل وخارج أربيل ومثل ما شاهدتوا وأنا ذكرتها بالحلقة الماضية صدى كبير وجزاهم الله ألف خير لكل اللي تابعونا ولكل من استجاب لموضوع هذه الأمرأة اللي تود أن تبيع أطفاله وأنا ذكرت في الحلقة الماضية قلت يا أخوان نتمنى من كل الأخوة أنه ما يفكرون سواء أمرأة أو رجل بهذا التفكير وإحنا ده نسمع ونشاهد ونشوف أنه أكو كثير من هذه المصايب أنه أكو أمرأة لذي تبيع أطفال أو أكو طفل مثلا يلقوا في مكان في كاركوك في بغداد عاي فيه أهله وهذه مصيبة يا أخوان إحنا تعاوننا وطيبتنا وطيبة قلوبنا تحتاج إلى التكاتف أريد أذكر شيء قبل الحلقة عزاء المشاهدين الحقيقة اليوم عندنا تقريرين وإيضا عندنا مناشدات أن نكون من خلال برنامج هموم الناس والتواصل يعني نتعاون مع كل الفضائيات والمسؤولين في سبيل عرض الحالة اللي إحنا مثلا عرضناها قبل فترة إحنا نتمنى من الفضائيات أن يزوروهم يشوفون هاي الناس إحنا الآن ذكرتها في كل مناسبة الإعلام إلى الدور يا أخوان إلى دور بارز في إيصال حال المسكين وحال المتعفف وتقديمه لمن يهم الأمر في سبيل أنه يساعدوهم يعني اليوم إحنا العراق عزاء المشاهدين نمر بمحنة وهذه المحنة يجب أن يكون هناك تكاتف أيضا يعني زميلي المخرج يشوفني الآن أتكلم الصور لتكلمت عليها بالحلقة الماضية وأيضا هذه الحلقة لمسألة سد الموصل وذكرت يا أخوان يعني أتمنى إن شاء الله أنه نقضي على هذه الإشاعات والوشاية الكاذبة أنه انفجر صد الموصل انضرب صد الموصل في سبيل إدخال الرعب على قلوب الناس والحقيقة هناك كثير من الفضائيات قدمت تقارير هذا الموضوع وأنا أيضا شفت تقرير أنه سد الموصل واتصنى بعض الأخوان هناك سد الموصل يا أخوان سليم لكن ذكرتها بالحلقة الماضية مثل ما دا شاهدون الآن الآن في فصل الربيع يبدأ تزايد المياه في دجلة والفرات طبعا أكيد نتيجة ذوبان الثلوج فهذا الطابور الخامس إجدت فرصة أنه يطلع الإشاعة والوشاية بهذا الوقت في وقت الربيع وإلا السد الحمد لله سليم يا أخوان لا تخافون ولكن إحنا طبعا أكيد في كل سنة في أيام الربيع في شهر الثالث والرابع ونهاية الرابع بداية الخامس تكون هناك رسالة توجيهية للمواطنين اللي هم بيوتهم قريبة على النهر أن يتخذون إجراءاتهم عندهم طبعا حلال وأغنام وبساتين يعني تكون عندهم حيطة وحذر لأن الماء يزداد يعني سنويا في هذه الأيام لذلك يا أخوان نتمنى هذه الأمنية أن نكون يعني متعاونين في سبيل القضاء على هذا الموضوع موضوع الإشاعات وبالتالي نحن إن شاء الله سد الموصل والخيرين علي طبعا مثل ما ذكرنا بالحلقة الماضية أنه الناس بالعكس هناك أكو 120 مجسة في هذا السد المية وعشرين مجسة تنذرهم للأخوان الموجودين وين أكو خلل يعني هذه المجسات كلها متوجهة على السد كل خلل موجود في مكان معين يقولون منال خلل إذن الحمد لله وشكر السد يا أخوان سليم والإشاعة كاذبة ومن خلال برنامجنا نتمنى إن شاء الله لكل الطيبين أنه مصير مصيبة على العراق إذن عزائي المشاهدين راح نعيش وياكم حلقة جديدة من برنامج حموم الناس أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى الحقيقة بداية الحلقة زميننا أحمد الحمداني زار المدينة السياحية في الحبانية طبعا هذه المدينة السياحية كل الإراقيين أرفوها من خلال يعني الثمانينات والتسعينات يعني مدينة أصبحت مدينة سياحية يصطاف بها كل العراقيين طبعا هذه المدينة بعد الأحداث بعد عشرة ستة مفتح مخيم للنازحين في داخل هذه المدينة اللي هي أجوا منها من الحباني أعفو من الأنبار من داخل الرمادي من الفلوجة من كل المناطق اللي عملونهم مخيم طبعا من خلال تقريبا راح يشوفون كثير من المعاناة يعانون هذه المنطقة طبعا المخيم انتم ما تعرفون يعني وزرنا مخيمات عربة ومخيمات الأخرى يا أخوان المخيم يحتاج إلى الكثير المخيم يحتاج إلى الكهرباء يحتاج إلى الماء إلى المحروقات النفط الغاز الناس تحتاج إلى المنظمات الإنسانية في هذا المخيم احنا رسالتنا نوجهها من خلال برنامج هموم الناس ومن خلال فضائية سامرة إلى كل الخيرين نقولهم يا أخوان احنا من نقدم هذا التقرير نرجو الاهتمام يعني حتى ولو من حكومة المحافظة نفسه يعني أنا أتمنى الآن محافظة الأنبار الأخوة المسؤولين في الأنبار يعني هم أكو عدهم فضائية وعدهم قنوات إعلامية لكن احنا من نتوجه ونوجه مراسلنا لهذا المكان ونقول لي يا أخي هاي الناس المساكين اش تحتاج من عندنا ش تريد من عندنا هم ودي نقلونا رسالة فأتمنى إن شاء الله من خلال برنامجنا ومن خلال فضائية سامرة أن يشوفون هذا التقرير ويشوفون معاناة الناس وأتمنى تكون هناك استجابة سريعة إلى المخيم الموجود في المدينة السياحية في الحبانية تقرير زميننا أحمد الحمدان المشاهدين مرحبا بكم مرة أخرى طبعا أنا بالحلقة الماضية ذكرت موضوع مهم جدا ومستمر طبعا استمر هو من يوم أربعة يعني أول البارح إلى البارح واليوم ومستمر طبعا يعني كثير من الناس تود أنه تقدم مساعدة للناس الخيرة طبعا بمناسبة يوم أو اليوم الطب المجاني طبعا دعما نشوف إحنا هذه يا أخوان من خلال رسائلنا نقدمها من خلال برامجنا من خلال التعب اللي ده انقدمه للمواطن شوف أكو كثير من الناس تريد أن تخدم النازح تخدم العوائل المتعففة المهجرين ونقلهم إلى بر الله أمان وجزاهم الله ألف خير هذه إحنا ذكرناها ديدا العراقي الأصيل اللي يحب أهله وناسه وإحنا العراقيين هذا طيبتنا ويعني ديدنا الأصيل فبمناسبة هذا اليوم اللي هو يوم الطب المجاني ودعم للعوائل النازحة والمتعففة في مدينة تكريد هناك سيتواجه طبعا من يوم أربعة يعني من أول بارحة واليوم واستمر وذكرتها بالحلقة الماضية طبيب الأطفال الدكتور أحمد هاشم يوم الجمعة الموافق أربعة آذار في صيدلية الفردوس المركزية في شارع الزهور قرى مستشفى الزهور من الساعة أربعة إلى ساعة سبعة مساء طبعا رح يكون الفحص مجاني والدواء رح يكون بأسعار مغرية جدا هذه وين؟ كثير ما ذكرتها بمدينة تكريد حتى يسمعون الأخوان اللي ما شافنا يقولهم للعوائل النازحة والمتعففة يا بتوجهوا لهذا الطبيب الجزاء الله الفخير بمناسبة هذا اليوم يعمل مجانا الفحوصات أيضا مناسبة اليوم المجاني للطب أو الطب المجاني ودعم للعوائل النازحة والمتعففة في مدينة سامراء يتواجد أيضا الأخصائي أو أخصائي الجراحة الدكتور محمد سمير في مجمع الرحمة من يوم الجمعة الموافق أربعة آذار وبالتعاون مع صيدلية ومختبرات الحكمة شارع الرزاق مجاور سبلاش من ساعة أربعة إلى ساعة سبعة والفحص رح يكون أيضا مجاني والعلاج والتحاليل بأسعار مغرية جدا يعني مثلا هو الرجل رح تكون أسعاره رمزية وهذا بالنسبة للكشفية ومن رح يروح للتحليل أبو التحليل إذا كان مثلا يأخذ عشرة رح يقوم يأخذ خمسة وإذا يأخذ مثلا أبو الصيدلية دوة مثلا سوت الدوة خمسة وعشرين رح يأخذ منه عشرة آلاف هذا دعم بمناسبة هذه بمجزاهم الله للخير إحنا أخوان التعاون مطلوب التعاون مطلوب في كل دقيقة وفي كل ثانية في سبيل أن ننقذ هدولة المساكين اللي يحتاجون أو أنا ذكرت في المقدمة نحتاج إلى كل شخص من عندنا أن يوجه رسالة للمنظمات قلهم يا أخوان أنتم المنظمات دوركم مهم لا تخلونا نزعل عليكم ونحكوا حد شي بعدين الزعلون من وراء المنظمة موجودة أكو ناز دول مانحة لتنطيكم توجهوا على المخيمات شوفوا دول النازح ليش داي يتصلون بنا يلا داي يتصلون بنا من الهياكل اتصل بنا أحد الأخوان إبراهيم معوق والله هي معوق على كرسي اتصل قال إذا هذا اليوم احنا في مخيمات وانتقلنا إلى الهياكل فيه ليلان ما مأجتنا لا منظمة لا حد ساعدنا فإحنا نتمنى يا أخوان هذه المنظمات يتحركون عليهم في سبيل إغاثتهم وتقديم العون والمساعدة لهم لذلك نوجه رسالتنا ونقولهم اتوجه عليهم يا أخوان لأنهم يحتاجون خلن روح فاصل وراجعين مرة ثانية أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى طبعا الحقيقة كثير من تقاريرنا من خلال برنامج هموم الناس والرسائل اللي نوجهها يعني أتمنى أن تكون هناك يعني حقيقة التفاتة كريمة يعني بالحلقة الماضية ذكرت أنه أكو أحد العوائل عائلة الأخ عناج هذه انفجرت عليهم عبوه وزوجته كانت يعني مخطرة وبنته وناشدنا الخيرين من الموجودين في حكومة كاركوك وصلاح الدين أن يسعفون هذه المسكينة اللي انفجرت عليها في العمارات والهياكل في مكتب خالد أن يدخلوها المستشفى كاركوك حتى يسعفوها أيضا بهذه الحلقة الكثير من الأخوان تصلوا بنا ناشدونا أكو كثير من العوائل يا أخوان تهرب من الدمار ومن الهلاك من مناطق الحويجة ومالحويجة والرياض إلى مكتب خالد نتمنى إن شاء الله أن تكون هناك يا أخوان إجراءات رسمية ويدخلون العوائل إلى كاركوك هما طبعا أكثرهم من صلاح الدين يقول لك إحنا بس نريد رسميا يدخلونا ونخرج إلى صلاح الدين إلى بيوتنا وإلى عوائلنا فلذلك هذا رسالة من خلال برنامج برنامج يهمو من الناس نوجهها لكل المعنيين طبعا أيضا قبل التقرير رح نأخذها أعزائي المشاهدين اتكلمنا عن أنا دعا عيد الحقيقة مواضيع الحلقة الماضية ليش حتى في الإعادة إفادس بالنسبة للبطاقة الذكية نزلت وجبة العاشرة ووجبة 11 حتى أنا ذكرتي تكمل كل الوجبات في سبيل أنه يبقى النازح على بطاقة الذكية وكل النازحين يستلمون لكن كثير يتصمون بنا أنه أكو أسماء تصحيح ما ظهرت الآن بهذه الوجبة يعني المبالغ فأنتو أخوان الله يحفظكم هذه التصحيح يجوز أكو مثلا بكل النازحين أقل شيء 10-15 ألف تصحيح ما معقولة هاي الـ 15 ألف نازح زين يتكون في وجبة أو وجبتين هي خلوها على يعني دفعات في سبيل أنه المواطن يستلمها بالنهاية لذلك أنا أوجه رسالة أقولهم يا أخوان والله أنا كل حلقة أذكرها من التصب الأخوان في البطاقة الذكية في الكي كارت يقولون يا أخوان والله راح كلها تستلم لكن هي دفعات يعني أنا ذكرت أنه الحالة الاقتصادية اللي مر بها العراق يعني هي كانت حجة أنه ضعف هذا الموضوع وإلا هو المفروض المقرر كل شخص يستلم أربع ملايين هذه مالتا أقرت يعني أربع ملايين بالبطاقة الذكية يستلمها لكن الظرف اللي مر به العراق يعني قامت قامت منظمات أو قامت دوائر وزارات تستلف من مال المساكن اللي قروه مال مهجري ونشوف ضعف الحال على هذا الموضوع ولذلك يا أخوان الكل تستلم إن شاء الله لكن هي راح تبقى متسلسلة وتحتاج إلى وقت قصير زميننا مصطفى الوحادي في صلاح الدين في تكريت طبعا راح زار عائلة من العوائل هذه العائلة الحقيقة منذ فترة تسكن في هذه المدينة في مدينة تكريت طبعا صاحب العائلة أو المعين العائلة يشتغل أبكية ستوتة صغيرة يعين عائلة بيها أربع معوقين بنية وثلاث أولاد طبعا عندها بنات اثنين الحمد لله ما بيهمشين الذولة المعوقين طبعا يعانون من التخلف العقلي والشلل والحقيقة والدتهم المسكينة هي قايمة بيهم وتدرون يعني أنه الوالدة دائما تشوف هي المتعبة في هذا الموضوع يعني إحنا الحقيقة من خلال هذا التقرير طبعا بالمناسبة كان مع زميننا مصطفى مجموعة من الشباب الطيب اللي هم اللجنة خيرية كانت تقدم فريق تكريت للمتطوعين طبعا هذا الفريق يحب أن يوصل لكل مكان لبيوت اللي عندهم معوقين المساكين في سبيل أنه يقدموا لهم العون والمساعدة لذلك من زار هذا البيت يعني أحبتي المشاهدين كان الحقيقة مع الفريق متواجد وجه رسالة من خلال برنامجنا ومن خلال فضائية السامرة أنه يشوفون هذه العائلة طبعا عندهم أربع معوقين وذولا يحتاجون إلى الرعاية الصحيحة ويحتاجون إلى رواتب يعني ذكر لي بالتليفون قال يا أخي والله أنا فقط حفظات الأطفال بالشهر بـ 80-90 ألف دينار لأنهم مكبار فلذلك أتمنى من خلال تقريرنا أن يشاهدون هذه العائلة اللي يعدها النزمين مصطفى الوحادي عزائي المشاهدين مرة أخرى الحقيقة مثل ما شاهدنا بهذا التقرير يعني أتمنى إن شاء الله تكون مساعدة لهاي العائلة المسكينة وأبوهم اللي ما عنده طبعا هذه منذ السنوات يعني في صلاح الدين موجود هذا الرجل المسكين لكنه أتمنى إن شاء الله أن تكون من خلال شاء السامرة الوقفة الجاد لهاي العائلة أعزائي المشاهدين إحنا الحقيقة ذكرت بالحلقة الماضية أنه موضوع اللي ذكرته أنه موضوع المناشدة لكل المعاضر يعني أنا فقط قبل قليل تكلمت على معبر خالد لا أيضا أتكلم على معمر بزيبز ومعبر النخيب أتمنى العوائل هناك كما تبقى يا أخوان تخذوا الإجراءات الأمنية الرسمية حتى تدخل هذه العوائل بالتالي تكون المشكلة منتهية طبعا قبل قليل أيضا جاني الاتصال من أحد الأخوان يقول قبل يومين البارحة واليوم يعني أكو صار هوا ومطر نشوف أيضا أكو من الخيم تأذت ونتمنى إن شاء الله من خلال برنامج هموم الناس أن يسعفون هذه العوائل طبعا تقلبات الجو مثل ما نعرف أنه في شهر آذار تكون أكو تقلبات للجو يعني ممطر ومصحي ممطر لذلك نشوف وهوى الآن الأخ إبراهيم رسل لي هذه الرسالة يقول يعني أكو هوا وأمطار البارح وأول البارح فهذه الحقيقة أذت الأخوان بيئة المخيم نحن نريد شيء واحد يا أخوان إنه بعد كل ظروف جوية قاسية أتمنى يعني نخرج إحنا كإعلاميين هذه الرسالة لكل الأخوة الإعلامين الزملاء جزاهم الله ألف خير يتوجهون لهذه المخيمات وحتى نذكر الأخوان بالمنظمات ونذكر وزارة الهجرة نقولها يا أخوان إحنا جزاكم الله ألف خير من ناشدناكم تعبت خيم عربت صار لها تقريبا سنة ونص أكثر وبدأ زيتونهم أربعة آلاف خيمة الناس ارتاحت انسحفت بهذا الموضوع يعني في سبيل أنه يقعدون بخيمة حقيقية مرتاحة في سبيل أنه يقضون هالأيام ونتمنى إن شاء الله عودتهم السريعة أن يرجعون إلى دورهم وإلى أماكنهم إلى أحبابهم وتنتهي هذه المشكلة أيضا عزائي المشاهدين كثير من العوائل ترسلي رسائل وتناشدنا بالذهاب إلى المناطق الموجودة في كاركوك وفي صلاح الدين في مكيشيفة في الدجيل في كل مكان حتى نشوف هذه العوائل المسكينة نقولهم يا أخوان إحنا إن شاء الله ما نقصر ونزوركم سواء إحنا أو الأخوان المراسلين الموجودين في كل مكاتبنا حتى نغطي أكثر ما يكون من العوائل الموجودة في كل مكان لكن أحبة المشاهدين أكو موضوع مهم جدا إحنا نشوف كثير من الاتصالات تجينا يقول أنتوا شو ما تذكرون يعني موضوع فلان مخيم أو فلان مخيم إحنا يا أخوان من ناخذ مخيم معين نقول مثلا مخيم عربة لأن هو أكثر مخيم أخذنا إحنا هذه المعاناة التي ننقلها من مخيم عربة هي موجودة في كل المخيمات هذا القصد يعني موجودة في كل المخيمات موجودة في مخيمات الدورة في بحركة في أربيل في دهوك في السليمانية في كاركوك لذلك إحنا تكون رسائلنا موجهة لهذا الموضوع يعني إحنا رسالتنا نقول أكو مخيم الفلاني يعتاز إلى أو محتاج واحد اثنين ثلاثة مو هذا معناها أنه مخيم الدورة أو مخيمات الأخرى في كاركوك هي ما محتاجة هي محتاجة لكن رسالتنا تكون واحدة إلى هذا المخيم وبالتالي هي نفس المخيمات تحتاج إلى المساعدة لذلك إحنا نشوف أكون صعوبة بوصولنا مثلا هسا مخيم ليلان أنا ذكرت في كل حلقة أقول يا أخوان ترى الأمور الأمنية صعبة وما يخلون أحد يدخل من الإعلامين إلى مخيم ليلان لذلك إحنا نقص دائما تكون رسائلهم ننقلها من خلال شاشة سامرة ومن خلال برنامج هموم الناس لكل الأخوة المعنيين إذن أتمنى إن شاء الله من خلال برنامجنا تكون هناك استجابة سريعة لهذه المواضيع خلوا نروح وياكم فاصل وراجعين مرة ثانية أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى الحقيقة قبل أن أنهي يعني من هذا اليوم أو برنامجنا لهذا اليوم يعني هناك رسالة للأخوان اللي تصلوا بينا في محافظة صلاح الدين سواء في مدينة تكريت أو مدينة سامرة أو المناطق الأخرى طبعا نحن ذكرنا بالنسبة لمدينة بيجي إن شاء الله الأيام القليلة القادمة كفيلة إن شاء الله بتحرير الشرقات راح ترجع إن شاء الله العوائل إلى بيجي ويرتبون إن شاء الله الأمور الخدمية بهم لكن مدينة تكريت يا أخوان تحتاج إلى وقفة جادة من الأخوان في بلدية تكريت وهذه رسالة موجهة إلى الأستاذ عمر الجراد مدير بلدية تكريت يعني نريد تكون هناك مضاعفة للجهول لأنه يتصلون بنا كثير من الفروع والأماكن والمحلات داخل مدينة تكريت بيها أنقاض ونفايات تحتاج إلى مساعدة فورية طبعا أيضا نتمنى من المحافظة الموجودة والأخوان الموجودين بالمحافظة في إدارة المحافظة أن يقدموا خدمة من مادة القاز يعني أنا مشكلة أحد التقارير قدمناها بالأخبار المواطن يقول أو اتصل بيه في البرنامج يقول البلدية تريد من عندنا قاز حتى نطلع أو نطلع ننظف المكان لذلك يا أخوان المواطن ما ملزم أن يدفع مادة القاز ما ملزم هو لكن ملزم أنه يجي مكان منظف نحن نقول الظروف التي مرت علينا ومرت على المحافظة وعلى كل العراقيين يجب أن تكون هناك تكاتف وتعاون بيناتنا حتى نعبر إلى بر الأمان أيضا في مدينة سامرة نفس الحالة هناك كثير من الأماكن وهذه رسالة إلى الأخ قائم مقام سامرة والأخ مدير البلدية أن تكون وقفة جادة ومساعدة في سبيل أنه تكون مدينة سامرة الأثرية أحلى وأجمل وتستقبل كل الزوار والعوائل التي تصطاف بهذه المدينة إذن أعزائي المشاهدين أتمنى إن شاء الله برنامجنا لهذا اليوم نال رضاكم حتى ألتقيكم في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات كادر فضائية السامرة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر